عند الشيخين روى البخاري ومسلم عن أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الحبيب صلوا عليه دخل عليها فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها حلق فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أعيد الحديث إن شاء الله تعالى روى البخاري ومسلم عن أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الحبيب عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الله 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 أولا هذا الحديث هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مآلات هاته الأمة فهو يتكلم عن واقعنا ولقد ذكرت لكم من قبل أن أخبار الفتن تزيد المؤمن إيمانا لماذا؟ لأن النبي أخبر عن أشياء ستقع ولم تكن قد وقعت في زمانه واخبر بها أمته نحن حينما عشناها نحن صدقناه عندما قالها ونصدقه حينما وقعت فنعيش بين تصديق دون الوقوع والتصديق الأكبر ونحن نعيش واقع ما أخبر عنه النبي فنزداد حبا للنبي وقربا للنبي وأننا لا نستغني عن رسول الله فرسول الله هو السراج المنير الذي نستعين بنوره في دروب في الدروب المظلمة حينما تظلم من ظلمات الظلم والجهل والشك والريبة ظلمات بعضها فوق بعض لا من جاء لنا ولا ملجأ إلا لله ولا سبيل لنا إلا سبيل رسول الله ولا نجاة لنا إلا بتوفيق الله واتخاذ الأسباب الشرعية وهذا لا يتأتى إلا إذا علمنا ما قال الله ورسوله فكنا دائما نحطاط وهذا تكلمت عنه كثيرا في حديث شكو نوعه؟ حذيفة بن اليمان إلا أنك وتعاقله في الدار نتعسيه في الدار نتعسيه ربضان أو إلا في شيء دار أخرى تحدثنا عن هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالي لا إله إلا الله محمد الرسول الله نذهب إن شاء الله الأليل للحديث عن أم المؤمنين زينب بنت جحشن رضي الله عنه الراوي هو أمنا زينب أتعرفون من هي زينب بنت جحش أتعرفون زينب بنت جحشن رضي الله تعالى عنه أتعرفون قصتها وعلاقتها بهذا الموضوع ستعرف على العلاقات على الموضوع لأن هي بعد القصة تحواسم فتنة افتتن بها الكثير حتى من بعض المتأسلمين هتعرفون لماذا؟ لأن زينب بنت جحش من أصل طيب ومن أشراف العرب ومن قريش هي ابنة عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب خادمه زيد بن حارثة حبا جمع ولشدة حبه وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي ما سألني عن الزواج وعن كيفية تزويج الناس بناء على الدين كان يريد أن يلغي الفوارق ولكن إلغاء الفوارق بالقانون لا يمكن أن يؤتي الأثر الذي يريد ولكن إنما يتبع الناس كلما طبقت ورعوك تطبق فكان النبي يريد أن يطبق أولا على نفسه وعائلته مسألة التفاخر بالأنساب فكان زيد رجل أسود وكان من الموالي وكانت زينب بنت جح جميلة وحرة قرشية فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها هو زوجها لسيدنا زيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما تزوجها كانت زينب رضي الله عنها لحكمة يعلمها الله لم تستسغ ولم تستطع أن تقبل هذا الأمر فقبلته بمضض وعن مضض لأن النبي أمرها وما كان أبدا أن يعصي الإنسان أمر الله ورزوله وهذا ديدن المؤمنين في كل وقت لكن الأمر كان فوق طاقتها لم تستطع فلما رأى زيدن رضي الله عنها ذلك لم يكن يريد أن يبقى الأمر في صدره مكتوما ولم يكن يريد أن يفرض نفسه على امرأة لا تريده فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يا رسول الله أريد أن أطلق زين فيقول أمسك عليك زوجك واتق الله المرة اللولة والثانية والثالثة ولكن الله تعالى يتحدث عن هذا الأمر في صورة الأحزاب حديثا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ويقول إن الحكمة من وراء تزويجك لسيدنا زيدن أمنا زينب كان لحكمة جليلة وهي أن قضية التبني كانت قضية مستحكمة في قلوب وعادات العرب ولم يكن أبدا اجتثاثها بالأمر السهل بالقانون كان لابد أن تجتثى عن طريق فعل يتعلق برسول الله وبأقرب الناس إليه حتى يرى الناس أن هذا الأمر جد وليس باللعب فرسول الله إصلاح تعرفون أن زيد كان يقال له زيد بن محمد لأن أباه وعمة حينما جاءوا لكي يأخذوه خيره النبي بين أن يذهب معهم أو يختار النبي فلم يختار النبي قال أشهدكم أن زيد ولدي يرثني وأرثه وكان يصرخ بذلك في الأندية حتى عرف عن زيد النو بن محمد فلما كان ذلك كذلك إذا بهذه المسألة رسخت في قلوب الناس في قريش وأصبحت مسألة عويصة فأراد ربك أن يتزوج هذه المرأة ثم بعد ذلك يقع ما في علم الله تعالى من نفور زينب وعدم قدرتها على رفض ذلك على نية شو الإيمان الله أكبر شو الإيمان وكانت تحبس ذلك في صدرها وكان كذلك زيد رضي الله عنه لا يريد أن يبقى العمر هكذا ولا يريد هو أيضا في إطار الزوج أن يفرد نفسه على مرأة إلا تريده فكان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخفي ما الله أبداه لك أن الله تعالى إنما زوج زيد بزينب من أجل مسألة عظيمة وهي علاج قضية التبني الذي هو حرام ولما كان التبني قمت به أنت وأنت سيد الخلق فكان لابد أن يقوم أن يكون هذا الذي يحدث فتلقها فتزوجها رسول الله حتى يعلم الجميع أنه لو كان ابنا لمحمد ما جاز للنبي أن يتزوج من زوجة ابنه فقال الله تعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيهِ زَيْدِ بَاشْ أَنْعَمَ عَلَّهُ عَلَيْهِ لا لا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِي بَاشْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِي بَاشْ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِي بَالْإِسْلَامِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِي بَالْإِسْلَامِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِي بَالْإِسْلَامِ لما كان يأتيه يقول أنا أريد أن أطلقها يقول أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما اللهم بديه تعرفيني وتخفي في نفسك ما اللهم بديه واسمه قال فيها الإسرائيليين ومن يحارب قالوا باللي المسلس كان يحبها ويخفي عبها أعوذ بالله أعوذ بالله يحبها ويزوجها لسيدنا زين يعني شوف شوف المصاعب يعني كلام كثير لكن هذا لا أقف عندها هؤلاء المحاربين للإسلام لا يعدمون شبهة يلقونها في عقول ضعاف الإيمان أما نحن رسول الله أطهر من المزن ولا يمكن لقلب مؤمن يحب الله ورسوله أن يتبادر إلى ذهنه ما لا يوجد أصلا هذا ما يتقاش حتفى حتفى لا ولذلك يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما اللهم بديه تخفي في نفسك أن هذا الأمر فعلا صعب جدا لأنه يخضع للعادات ولكن لا بد منه تخفيه الله يخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه تخشى الناس أن يقال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطر شوفوا الصحابي الوحيد الذي ذكره في القرآن باسمه شكون هو هو الوحيد زيد وحيد قالك لماذا ذكر الصحابي الوحيد باسمه في القرآن زيد علاج شكون يقولي علاج يقولي علاج شكون اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيان بزيان ولكن لماذا كيقول العلم لماذا زيد هو الوحيد المذكور باسمه في القرآن ما مذكور لا أبو بكر لا عمر آه وحدة من وحدة أنه عانى في هذا الزواج ياك وأنه إن شاء الله تبرك هو المعني بهذا الأمر في قضية التبني فكان الله تعالى مكافئ الله بذكره اسمه لأنه كانت تعلق اسميته بقضية كبيرة جدا في المجتمع وهي قضية التبني باش مجيش واحد يبقى يجيب له ولده يكتبه اسميته فينسبه إلى نفسه فلا ينسبه إلى أبي وبذلك تختارية الأنساب ويحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم وتقع فوضى في المجتمع مسألة خطيرة عندها آفار بعيدة في المجتمع قال فلما قضى زيد منها وتراه زوجناكها كانت زينب أمنا رضي الله سعد تتباهى عن النساء وتقول اسم تقوله كل النساء زوجكن أهلكن إلا أنا فإن الذي زوجني هو الله من فوق السبع سماوات زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيه في أزواج أدعي لا حرج عليك أبداً أن تتزوج زوجة الدعي لكي يقول أنا ولدك لكني يغيد دعوة ماشي ولدك نشان كيف يقول فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزعيه إذا قضوا مننا وطارا إذن فهذه إن شاء الله تبارك وتعالى زينب أمنا رضي الله تعالى عنها كانت تعرضت بإذن الله تبارك وتعالى لهذه المسألة قبل أن تروي هذا الحديث وقع لها هذا الذي وقع والله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ذكر قصتها في سورة الأحزاب الآن هي تروي هذا الحديث شوف شو القصة انت حاب وشوف اللي حديث لا حول ولا قوة سهلة من الله العظيم قالت رضي الله عنه دخل علينا رسول الله فزعا ما معنى فزعا ما معنى فزعا ما معنى الفزع واسمه هو الخوف والهلع يعني كان سيدين بيستجيب اخترت ينتقع وجهه ما معنى ينتقع وجهه كتكون شي حاجة كبيرة وكان صلى الله عليه وسلم وجهه يعكس الحالة النفسية التي تكون عليه إذا كان مصرورا انعاكست علامة الصرور في وجهه كالشمس تجري في وجهه كأن الشمس تجري في وجهه وإذا غضب ظهر على وجهه كالظل بأبي وأمي ونفسي له الفداء وإذا فزع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع من ماذا هل كان يفزع من عدو؟ هل كان يفزع من الدنيا؟ باش كان يفزع إن شاء الله؟ كان يفزع باش؟ من أمور الآخرة كانت تحزنه أمور الآخرة كان إذا صلى سومي عليه لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كان إذا خطب رسول الله حمر حمرت عيناه وانتفخت أوداجه وصرخ في الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ممساكم صلى الله عليه وسلم إذا فكانت تنعكس آثار النفسية على وجهه لحالة النفسية انت غير تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تعرف واسمك فدخل فزع لماذا معنا فزع هيا الله أكبر وفزع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يذهب وذينك إلى مسألة الآخرة إلى مسألة قضية دين إلى مسألة قضية لانحراف عن صراط المستقيم إلى قضية خطورة ما سيلم بالأمة من قبل الله تعالى إذا انحرافت عن الجادة وعن الطريق المستقيم شوفوا هذا الفزع الناس لا بد أن يفزعوا ما تأس إما أن تفزع لأمور الدين وإما أن تفزع كأمور الدنيا فهناك من تجده زيد يصيبه العلى الهلع في أمور الدنيا إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع يجزع يجزع وإذا مسه الخير منوع ألطيف ألطيف لا هي غمعة طلعت هذه هودت هذه مش هات هذه يظلها كذا يا رقم أنا حينما أراهم في البورصة في الأسواق المالية بكريم 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 إذا كيجن هكذا بحليم سيجن طلعت هاي كاي اللي يطح كاي آه ربي 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 وهناك من لا يبيت الليلة بأكملها إذا خسر فريقه يفزع 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 منهم من يسكت قلبه منهم يتوقف القلب عن الدق منهم من يروح هكذا على ما لعب لعبة 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 ها إذا في الإنسان هناك الفزع إما أن تفزع لأمور الآخرة فتفزع لكل ما من شأنه أن يبعد عنك الفزع يوم القيامة لأن النار بي يقول الله خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخافون حين يخافوا الناس وإما يفزع عن أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع لأمور الآخرة كانوا إذا رأوه فزعا علموا أن أمر الآخرة بالنسبة لهذه الأمة في خطر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء دخل فزعا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب أولا ويل ما معنى الويل ما معنى الويل ما معنى الويل واسمه الويل بلاش بلاش ذك ودي في جهنم هذا وعيد شديد هذا وعيد شديد وي 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 يدير ويل ويل شكول شكول الذي يتألم الذي يتألم ها الذي يعاني ها يلقيز القودة ويل 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 وهذا تشترك فيه كل المخلوقات حتى الذئب حتى المخلوقات الأخرى حينما يصبوا الألم تعوي ويل ويل لمن للعرب ولم يقل للمسلمين الله الله يتوعد العرب لماذا العرب بالضبط؟ لأن العرب قبل الإسلام كانوا صفرا على الشمال وكانوا يتقاتلون عياذا بالله على أمور تافية ولم تكن لهم رسالة وكانوا عبيدا عند أسيادهم يؤتمرون بغمزة من أسيادهم في الغساسينة أو في الإمبراطوريتين الرومية أو الفارسية فهم خدم في كل حالة تقضى الأمور في غيباتهم بل يتقاتلوا بين شوه القبيلتان تتقاتلان عن سقيا الماء أيهما يسبق إذن لم تكن لهم رسالة عرب العرب لا قيمة لهم بغير الإسلام والبشرية كلها لا قيمة لها بالإسلام ولو ملكت الدنيا كلها لأن من أخطع معرفة الله لن تنفعه الدنيا ولو ملكها يا عبدي إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء نقطة ديرانية مئة دامية تختار هذا هو شعر عبدي إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء الله أكبر فالعرب بلا إسلام لا يساوون شيئا فما الذي حولهم إلى هذه الأمة هي رسالة الإسلام فأصبحوا يتسمون الإسلام هو سماكم المسلمين ومن يبتغي كما قلت لك بلاد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إذن هو أهل الإسلام من كان عبد الله بن مسعود قبل أن يأتي الإسلام من؟ كان روايعي الغنم عمر بن الخطاب كان يصارع الناس في الأسواق حينما كان أمير المؤمنين كان يمشي إلى جانب الجارون في موكب فإذا بامرأة توقف وتقول لا على رسلك يا عمر عهدي بك كنت تدعى ويمرت تصارع الشبان في الأسواق وما هي إلا سنوات حتى صرت عمر صاحب رسول الله وما هي إلا سنوات حتى صرت عمر أمير المؤمنين اتق الله يا عمر قالوا الجارون قال ماذا تقولين؟ إنه أمير المؤمنين قال تركها يا جارون أفلا أسمع لمن سمع الله لها من فوق سبع سماوات؟ إنها خولة خولة بنت تعلبة يشير إلى قولي قد سمع الله شوف هذا الإسلام هذا إسلام هو الذي رفع خولة إلى أن يسمع الله لا خولة من هي خولة في الجاهلية؟ من كان الذي سيسمع عن امرأة تسمى خولة؟ أو رجل يسمى عمر أو رجل يسمى الجارود أو رجل يسمى أبو هريرة أو رجل يسمى سلمان أو رجل يسمى عمر بل عبد العزيز أو رجل يسمى أحمد ياسين أو رجل يسمى محمد بل عبد الكريم خطابي أو رجل يسمى النورسي أو رجل من كان يعرف هذه الأسماء التي ملأت الدنيا علما؟ من؟ إنه الإسلام ولذلك لما قال أحد أولي سيدنا عمر رب العزيز جزاك الله خير على الإسلام قال ويا حق من عنا حتى يجزيني الله على الإسلام قل جزى الله الإسلام عني أنا بغير الإسلام لست شيعا إذا كنت شاكرا فاشكر الإسلام الذي رباني وعذمني وجعلني يعيش لرسالة الإسلام وأحمل في قلب الإيمان بالله واليوم الآخرة وأتحرك من أجل نصرة الحق هو الإسلام وهي خلل يقع في الأرض بسبب تعادي الناس عن الإسلام وانسلاخي عن الإسلام هذا الشر الذي سنرى ويلوا للعرب فالعرب ويلهم وليس للمسلمين شو ما تقول لهم المسلمين لو كان قل ويلوا للمسلمين من الشر ينقترب وغادت تخاف وقلق للعرب ما يذكركمش هذا الحديد واحد حديد خور ما يذكركمش بحنا قل ضمير حينما إن شاء الله دخلت أو للمسلمين إن شاء الله إن شاء الله يعني كانت بكري هذه حينما دخلت في 67 إلى الظفة الغربية ودخل جنودها إلى المسجد الأقصى وصاروا يغنون محمد مات مات خلف بنات وقالت لما دخلت إلى الظفة الغربية إن الآن أشم رائحة أجدادي في خيبر فقال لهم الآن أمور صلو الله يعني من هنا إلى خيبر قالوا لها لا تخافين إن العرب كذا كذا فقال لها أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول جامعة فرحش نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود قالت إذن المسلمون وليس العرب سننام أنتم عرب عرب القيمة تعالى العرب المسلمين قالت إذن الحمد لله محمد نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أشقال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون راجعوا إسلامكم أولا أنتم عرب العرب قال فيهم رب النبي صلى الله عليه وسلم ويلوا للعرب ويلوا للعرب ثم قال ويلوا للعرب من شر قد اقترب يعني أن الشر قد اقترب من العرب وفقش كانوا العرب كانوا فق النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي بيصلح الاسلام والذي نقلهم نقلة من الاعتزاز بالعرقية اللغوية والانتماء العرقي لمن؟ الاعتزاز بالاسلام ولا نقلهم يعني اش كي يقولهم الشر اللي غدي يجي اسمه هو يقولوا لي اللي بيصلح بنقل العرب من مجرد عرب كانوا يفتخرونه بالانساب الى امة تعيشوا للاسلام واسمه الشر ان شاء الله اللي يقترب العرب اسمه زيد يقول لغيها ذغيها 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 زيد ان يعود العرب للاعتزاز بالجاهلية ويتركون الاسلام لان رقل العرب شوف العرب كانوا اتفاركوا فاهمني العرب كانوا يساويوا صفر شوف جاء الاسلام فاذا بيصبحونا شوف امة رسالة ذا اكتلفهم اللقائد من يسيحوا بالاسلام في الارض كلها ثم بعد ذا يقول لهم دخل سيد النبي فزيعا وهو يقول ويلوا للعرب من شر قد اقترب ما معنى يقول ان ويلوا للعرب اي ان العرب الذين اكرامهم الله بالاسلام وصاروا اصحاب رسالة سيأتيهم شر يعيدهم الى ما كانوا عليه قبل ان يأتي الاسلام سيصيرون عرب بغير اسلام اداروا ظهرهم للاسلام اداروا ظهرهم للقرآن اداروا ظهرهم لسنة خير ولد عدنان صاروا يحاربون الاسلام في عقائده في اخلاقه في حقافته في تربيته في دعوته في دعاته اصبح همهم عياذا بالله واسمه الدنيا كما يقول حديث القصعة الوهن الذي تحدث عنه حديث القصعة اذا ويلوا للعرب ما معنى للعرب ان هناك والعياذ بالتهديد ووعيد من رسول الله الذي خرق الله لا حجب والغيب ورأى ان العرب الذين اكرمهم بالنبي وبالاسلام وصاروا اصحاب رسالة وجابوا بالاسلام الدنيا كلها وعضاء نور اخلاقهم والعرض كلها وفتحت الحصول والقلاع والقلوب وانتشر الاسلام انتشار النار في الهشيم مع هؤلاء الرجال الذين اصبحوا صادقين مع الله خادمين الاسلام سيعودون الى ما كانوا عليه وهذا يعرضه قول عيش صلاة والسلام لقد بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ اذا تكون هناك غربة الله اكبر ويلوا للعرب من شر قد اقترب الشر واسمه هو الشر واسمه هو ضد الخير يا كاسد والخير واسمه هو هو كل ما امرت به الفطرة والشراء السماوية بفعله الخير معروف والشر واسمه هو كل ما مجته الفطرة ونهتها انعو الشراء يعني غادي تولي وتحاربوا انتوما تولي وتناقضوا الشراء زين وتناقضوا حتى الفطرة انتعكم الفطرة انتعكم اللي تعرف الخير بالفطرة حتى هي ستنتكس وغادي تشوفوا ان الناس يدعون لاستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء نعم 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 هذا الشر الان مش غير شر شر الله تبارك وتعالى يكونوا نتيجة التخلي عن شريعة الرحمن ورسالة اسلام بل سيقوم الشيطان بدعوتهم الى افساد حتى فطرةهم قال تعالى على الشيطان اسمه قال على الشيطان ولأامرنهم فليغيرن خلق الله لأامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينة يعيدهم ويمنيهم وما يعيده الشيطان معناها ان الشر لا يتوقف فقط عن ترك الاوامر كليفية من اوامر ونواه لا بل سيتعداه لكي يصبح الشيطان ربا يأمر عباده من عبيد الله الذين سيتخذوا منهم نصيبا مفروضا شو شو الكلام نصيبا مفروضا مفروضا فيعبدون الشيطان وعبادة الشيطان لا تقتصر على ترك الأوامر والنواهي الإلهية ولكن عبادة الشيطان تزيد على ذلك بتغيير الفطرة كلها بتغيير الخنق الله 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 إذا هذي ويلو العربين اقترب واسموه شر مستطير الله أكبر يخرجوا فيها حتى على الفطرة مش فقط على الدين يخرجوا فيها حتى على الفطرة الله أكبر ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين اقتراب ذلك فتح اليوم يعني من اليوم فتح اليوم من ردم جوجة ومأجوجة مثل هذه وحلق بأصبعي الإبام التي تليها لأن هناك قوم معروفون بالشر يقول تعالى في كتابه في صورة الكف ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوني مها قوما لا يكادون يفقهون حديد قال لا يكادون يفقهون قولا هؤلاء الذين ذهب إليهم هذا الملك الصالح الممكن من الأسباب والذي استعمل الأسباب من أجل ضحض الفساد والشر والتمكين للحق والخير حينما وصل إلى هذا القول وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا وفي ذلك تقرط سبب يعرفوا يتكلموا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوجة وما جوجة مفسدون في الأرض هذا القوم المزينة فهل نجعل لك خرجا أنا أنجلة بينهم سدة قال ما مكنني في ربي خير فعينه بقوة يعني 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 لا حول ولا قوة سيلا بالله هؤلاء كانوا لا يكادون يفقهون قولا هذا يجمج هو كان يفهمهم هو كان أعطي الله سبحانه وتعالى وحد الحكمة يفهم اللغة لا هم لا يكادون يفقهون قولا يعني الكلام اللي يتقال لهم يسمعون أو ما يسمعوش يفهمونا ما يفهموش يفهموه ويعرفوا يعبرونا ما يعرفوش يعبروه إذن كيفاش لا يكادون يفقهون قولا الفقه هو اسمها الفقه هو ليس فقط الفهم الفقه هو أن تفهم وتعمل يعني بحال هذا الشر الكبير هو الإنسان حال وإذنه ويسمع وقلبه معمر بالحزب ويقول لك هدر لما تهدر ما يدي أشجع لهم قلوب لا يفقهون بها يعني القلب هو الذي لا يفقه كما قرأت قبلت في سورة البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يعني بحال لبهيم لبهيم إذا كنت تكلمه هل يفهمون هم يسمعون الصوت فقط ولكن هل يفقهون هذا الكلام ويعملون به هذا مثل ذلك الذي صار قلبه أصم يسمع الكلام ولكن قلبه لا يفقه ولذلك فهو لا يفقه القول ما معنى يفقه يسمعه يفهمه لكن علامة قرازابوركا داود لأنه بعدها الله يجزه بخير ندوي حينما كتب الكتاب ماذا خسر العالم من حطات المسلمين تكلم عن قلوب الناس هاتي التي لا تفقه قال كان رجل يمشي على الشاطئ فوجده قصرا بيضاويا عظيما فأراد أن يدخله فصار يبحث ما إذا كان له باب أو نوافذ فلم يجد بابا ولا نافذة قال فتعجب من قصر لا باب له ولا نافذة وبينما هو يفكر جاء رجل فقال ما الذي يوقفك هنا حائرة ما سبب حائرتك قال قصر عظيم لا باب فيه ولا نافذة فضحك الرجل حتى استلقى على قفاه قال هذا ليس قصرا هذه بيضة من بيوض العنقاء البيضة ما عنده شيء قال فهكذا قلوب الأعاجم الذين لا يفقوا لكم ما عندوش من الفتل المور ضيضة مكورة هرسها صمة صمة وإن من الحجارة لما يتفجر من هنها وإن منها لما يشكك فيخرج وإن منها لما يبط من خشية الله لأن هناك من القلوب هي من أقصى من الحجارة أو أشد قسوة هذا يشكل اللي يحركها هل الموعظة الكلام الله النار وحدها هي اللي تتجل ويستشعر ويحس نار جهنم وحدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذن فحينما وصل إلى هؤلاء القوم واسمه قال لا يكاد ونفقهون قالوا يا ذا القرنين إنها أجوجة وما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا طيب شو حاجة له هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينه ونسده قالوا ما لكو احتمت أنا وجيت ندي الفلوس عينوني بقوتي أجعل بينكم هذه حالة العرب اليوم الكسل والتواكل والتواني الكسل ما يرفضوش على بيدو يقول لك الواحد الكسل ما يرفضوش على بيدو لا يذبو الذبابة عن أنفة الحرام في دارو والعوري في دارو والملكر في دارو ولا يحر يكوسك ماتت القلوب فإذن فتحارض أي أن بعض الشر الذي سيكون في آخر الزمان بخروج أفسد القوم يصرب هذه الأمة وهو من الويل يعني قبل خروج أفسد الخلق وأن ينحل السد لكي يخرجوا من علامات الساعة الكبرى فقبل تلك العلامة ظهور فساد عظيم يقترب من فساد أعظم المفسدين نحنان ولي ومفسدين اقريبا ولي وكي ياجو جمجو بقلوب أنت على الأمة واللي جاء العرب بحال يجو جمجو ثم قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث تضعر إذا كثر الخبث وكثر المفسدون يهلكوا الله تعالى الجميع قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب هذا المجمل الآن إن شاء الله النقطة التي تحتاج إلى وقفة بسيطة وهي ويل للعرب من شر قد اقترب إذن ما هو هذا الشر العرب والشر ما من الشر جاء بعض العرب أي ستعودون إلى ما كنتم عريف الجاهلية هذا الشر من أجلك من عودتكم إلى الجاهلية ما من عودتكم أي قطعتم صلتكم زيد بما أكرمكم الله بعد الجاهلية اللي هو الإسلام يذن ما اسمه ستخالفون القرآن والسنة هذه واحدة ثانيا الشر الثاني ما اسمه الأعظم زيد ستضادون زيد وتعاكسون الفطرة زوج الله لأن الفطرة مسائل مسائل شاء الله وخقع ما تجيكش لا رسالة لا ولو يسقسيك الله عن الفطرة عن الفطرة يسقسيك عليها تسأل عن الفطرة لأن ربك يقول وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذريتا من قبلهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فقال العلماء أحتى ولو لم يأتيك من السماء رسالة فالله يسألك عن الفطرة حواج كين فطرة تأمي من بالفطرة ليه وحدانية الله والرب الموجود وكذا والأخلاق اللي معروفة هذه في الفطرة هذه ما تحتاج للشريعة إذن غالي ولكن الفسد إحنا هنا الشر واسبه هو سيصيب هؤلاء العرب الشر من جهتين عقل الجهة الأولى بعدهم عن دين الله الكتاب والسنة باش كانوا مسلمين صافي لا ثانيا شر يتعلق بانتكاس الفطرة انتكاس يصبحوا عبدت الشياطين الله نبديه وبالنوة إن شاء الله إذن ما هو الشر الناتج إن شاء الله تعالى عن البعد عن الكتاب والسنة يلا أخي وفوقش الإنسان يكون سبب الشر اللي في الأرض فوقش زيد حينما يكون هو شرير هو يكون شرير الفساد الموجود في الأرض والشر الموجود في الأرض هو ناتج عن فساد الإنسان لأن الإنسان هو المستخلف عن الله بغاية عمر إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أساتم فلها وربك يقول إن الله لا يحب المفسدين وربك يحب المصلحين وما كان ربك لهلك بيقول القرى بظلم وأهلها مصلحون إذا نسيدي فهمنا الآن تبعوه معايا الفساد والشر بسببه زيد فسادي الإنسان وشر الإنسان آه الآن باش يفسد الإنسان باش يقول لي يفسد في الأرض باش يبدي الفساد عند الإنسان والشر دي له قولوا لي الوغش في السعيوة في السعيوة في السعيوة في السعيوة في السعيوة أول حاجة نزلت على سيد ناره واسمهي اقرأ العلم فالفساد الأول يأتي من رأسه الجهل 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 بالدين تعرفوا اسمه كيفي اقرأ ولا وشم المناهج للإقرأ واسمهي وحل المينهاج يقولوا لا تقرأ أروح عندي نعمرك أروح عندي نعمرك أنا نوصلك سيديفلان 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 أروح عن عمرك هو جاهل بقاري قرآن لسنة وأنا رأي عندي النور ورأي نزوز عن نور ورأي ندير بالجهل هذي واسمه هذي لا تقرأ اللي كيقولك لا تقرأ واسمه هو هو خدام ديال إبليس هو من أحسن الموظفين اللي هو وظفي إبليس هو اللي يقولك ما تقراش الذي يشعر جهل هو أحسن التلامي بتاع الشيطان ليس هناك فخون ينصبه للإنسان اللي يوضي الله مين تجهيل الناس بالدين كان شي جهل عندنا ولا ما كانش بالدين حنا يقولوا وش كانش يجهل ولا ما كانش وش كانش يجهل منين مثلا تشوف زوج اخواتك يقولك مثلا احنا بغينا ندي وراجل واحد وش هذا هذا كانش عالي أولا هاد المرة اللي رفت تالي كانت قولهم أنا بغي تدي زوجرجال وش لو كان كان مجتمع مسلم يتركوها ويشيعو لها هذا كانش مرة اللي تدي في الشرع زوجرجال وفي بلد مسلم وفي الفيديو أنا ما نشتو قبيلات أنا بغيتش نتيق صعا سنو دي اه وجدة 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 لاذك ولا ذوك زعم علاش وجدة مدينة المساجد علاش زعم علاش علاش وعلاش يقولوا هاد الشيء علاشوا ما عارف من لي هاد الشيء غلط علاش يقولوا علاش يقولوا لان زيد 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 عارفين بالله زيد في أمان يتكلمون بأمان لا يتابعهم أحد وثالثين علاش علاش يقول لك شعل؟ باش يوصلوا الناس لهذا الشواج بالصدمة صدمة المجتمع صدمة 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 وما بعد يقول لهذا المسائل الله لأن الحرب التي قادتها أمريكا ضد صدام سمتها الصدمة وكان الشيخ كشك رحمه الله يقول صدمك الله يا رب العقل وسميت تلك المعركة بالصدمة يصدمون أنا ما ولاش نستفزع كما فزع النبي حينما والعياذ والله نؤتى من قبل ديننا سنفزعي لقال له ندي ولك بارمانضا ولا غادي نقلع لك الكواغز ولا غادي ديولك كده سبعت اخويا ولا ما سبعتش اذا الاول فسد فاش الرأس لا تقرع زيد او كان ثاني عودك واسمه اقرأ ولكن بغير اسمي ربك اقرأ زيد قراءة خارجي عن اطار الايمان كل شي ربطبش بالطبيعة الطبيعة طبيعة طبيعة الطبيعة درت الطبيعة درت الطبيعة درت الطبيعة درت الالحاد هما كيقرهم الان نظرية ضروين في المدارس ثم الان يشيعون الالحاد تعرفوا اش حاج يالك مواقع التي تشيعون الالحاد تشكك الناس في القرآن ولا واحد عدد انت عدد انت يسكسوني اشي اسئلة عجيبة اشكو الناس في النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج انت عن النبي صلى الله عليه وسلم على السبايا على كذا ربي ربي هجوم 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 من قبل الصفويين ومن قبل أعداء الملة مجتمعين ملحدين وعبدة شياطين كلهم 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 والآن الحمد لله الذي لا يحمده على مكلف السواه رغم دالكم واحدين اسمه الدين الإنساني الإبراهيمي كل شيء وهناك من يدعو له وليت الجهال يدعونا له إذا رأيت من كان يزعم أنه إنما يدعو إلى الله ويفعل ذلك واحد سيد دار جمعة دي الأموال واحد القناة وفي ثاني واسمه قال لا كاين لا دين لا لو كين إنسانية تقول الدين الإنساني الإنسانية العاملت الإنسانية إن شاء الله تبرك و تعالى تجازك الإنسانية يوّى القيامة الانسانية الدين الإنساني وش كل ذلك يقول بلكين إنسانية أين هي هذه الإنسانية هم لا يعتبرون كأنت إنسانك أصلا حقوق الإنسان في عرف هؤلاء أن المسلم لا ينبغي أن يعيش على إسلامه ورغم جيل له في الدول الغربية يخطفونهم أولادهم يقولون ما تقدر تربيهم داهم وحينما أسمعوا ذلك وحد القناة يقول لشؤون إسلامية تتكلم معهم كيف كيف سكين دون ولداتهم في أوروبا اللي كاتزعون كيف كيف سكين شوف شوف ليلة الناس في حتى تذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مؤمن يقيم بين أظهر المشركين أنا كنت نفسرها على حسب السياق ولا الخطر ولا تكديهم لك الله هو أكبر أشو من نربح واشو من حياة يلاقي الاستناء يتجمد الدم في عروقك تحت الثلج لأنك مسلم ولا ينبغى أن يقف معك أحد ولو جمعت الأموال لو أعطيت لعمال الإغاثة الدولية أما أنت انتظر وملاير المسلمين تملأوا الدنيا شر 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 إذن كاين اللي عقل كاين لا تقرأ أو يقرأ بغير اسم ربك العلمانية زيد واسم أخر وكاين اللي يقرأ باسم الله ولكن نحرف بحل الخوارج داعش يجعلون المسلم الذي لا يؤمن بما يؤمن نبيه لأنهم حملوا آيات نزلت في الكفار على المسلمين فحكموا علم بالكفر والردة وقالوا أولى بأن يقاتلوا هم هؤلاء المرتدين للذين كانوا كفارا أصلا الرافضة بالذين أله علي وتحت شعارة يا حسين يبيدون المسلمين إبادة ولا زالوا يرمون أمن عائشة مما برأ أهلهم من فوق السبع السماوات ويسبون الصحابة ويلعنونهم في بيوت المسلمين عن طريق القناوات من اللغة العربية والمسلمون من أهل السنة ليس لهم قناة تدافع عن الإسلام وعن الصحابة ليس لنا من يتحدث باسم الله على الراس العلم ما كان قلت شتوشي فيديويات ويقوموا يسكسون الناس على أركان الإسلام وعلى آيات على القرآن ركوز وضحكوا الناس حافظين لألعاب انت على الفرق انت على الكورة ولا يحفظون العشر المبشرين بالجلة ولا يحفظون القرآن ولا يحفظون أركان الإسلام ولا يعرفون معنى الصلاة ولا الزكاة حينما ذهبت إلى الحج في سنة 2010 وكنت إن شاء الله في جناحي المسلمين الأوروبيين أتدرون السؤال الذي كان يطرح علي يومي واسمه عن الزكاة قال نحن لا نعرف قضية الزكاة إطلاق قدرهم في الحج غال الزكاة لم يسمعوا عنها الله أكبر الله أكبر هذو اللي جايين يحج لا حول ما نقول وسهل الله من الله إذن الفساد لو المناش فساد فكري فساد عقدي الله أكبر فساد ثقافي الفساد الثاني زياش زياش القلب آه الفساد تعقل بباش إذا فسد التصور تسلل فساد التصور إلى القلب فأصبح الفساد التصور مقرونا بفساد زياش عقدي قلبي إيماني أصبح يحب الدنيا يبغذ المسلم يحسد المسلم يوراي كل العمراض بتاع القلوب آه بن عمي لكن عندك الفكرة منحارف والقلب كحل آه رات شوفوا اسمه غادي يدي آه رات شوفوا اسمه غادي يدي عوذوا بالله الفساد اللي غادي يدي لا عقل لا قلب لا عقل اللي يعرف الطريق ولا قلبي خاف فسطر الفساد الذي يحدثه مثل هؤلاء سيد اللي مثلا الشعب دياله مثلا تلتاشر مليون مهجر وزوج ملين مقتولين في ست سنين تهديم المساجد فيروس النصي هل حدث في زمن هراك وهكذا ما نبي يحدث في زمن هراك هذي طاحونة تطحن المسلمين في العراق تعرفوا اسمه دول في العراق واسمه دول في العراق في اليمن اتعرفون ما الذي يفعلونه في اليمن في تركستان الشرقية اتعرفون ماذا يفعلونه في كاشغر في الصين في كاشغر في تركستان في بوربا في كشمير في افريقيا اتعرفون ما الذي فعلوه في 2012 في ساحة ربع العدوية احرقوا المسلمين وحفظوا كتاب الله وعلماء الهزر احرقوهم بالنر وهم احيا وجاءت الجرافة والصور هكذا علانية مباشرة تحملهم هكذا الجرافة هل لو فعلوا مع انصراني هكذا هل كان سيسكت العالم سيقف العالم ويقعد على قدم وساق واحدة لكن المسلمين هذو حملت كتاب الله مئة الف من العلماء وخيرة شباب تلك البلاد في السجون هل تحدث عنها احد باسم حقوق الانسان لا والله لا والله لا والله ولا والله اذا الفساد والقلب واسم فيه الضغينة والحسد والبغضاء قال المسلم داربي سبحانه عز وجل قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم ولاية ان كنتم تعقلون قال تعالى وودوا لو تكفرون قال تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم عن دينكم اسمع مليح عن دينكم قال لي زحزحتكم عن دينكم انا من يكن في التسعينات كان نقول لهم ان شاء الله رامكا يقولوا باللي غد يجيبوا الفرقان الباطل ويفرضوا على الامة كان يضحكوا عليها لان شارك تقول وهاهم الآن يفرضون على متغيير المناهج هل تقدرش لان تكلف بلد المسلمية غد يشفقد تتكلم عن الشرعة وانظر الى الشر الذي سيصل الناس اليه الى درجة انك في بيتك لن تستطيع تربية ابنائك واش تعرف القوانين الجديد اللي خرجتها اوروبا انا مطلق وانا خلي هذيك الثالثة ثم الفساد الثالثة اسمه فساده العقل بالجهل وفساده القلب باش بقطع الصر بالله وتخيل هذا الجسم سيتحرك في ماذا وفق تصور منحرف ووفق قلب مليء بالحقد اي فساد سيفعل سيزني زين وسيأكل الربا وسيظلم وسيطغى يعني كل المرض ديال الواس وديال الشر سيحدث في الارض تخيل تشر لك اين تخيل ولا عندنا الزنا ديال المحارب ولا عندنا شحواجل اللي ما 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 تقدش تصورها قاعد ما تقدش قاعد قولها نامك يقولوها اللي في التليفون ويقولوها على استحياء ليش يحواج قاعد ما 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 يمكنش قاعد اللي سيتصورها ولي ديالك الامر خطير جدا هذا فسد الان هذا الشر قد اقترب هو مني قال المنسى الشر قد اقترب ما كانش احنا ركاين ولا مكاين اقسم بالله ما بقى بززاف اقسم بالله لهذا الشي كله يحدث ونراه ونلمسه فساد في العقل وفساد في القلوب وفساد في السلوك والاخلاق شو اللي اخلاق شو اللي عقوق كدير تعال وليدي واعد قال لي انا قررت ولادي في المدارس الخاصة حتاولوا لهم خيرين مخيرين كوش يقولوا لهم خيرين غير طبيب قلوا حتا لي جروا مورايا يهجرون جروا مورايا ومن لي جروا مورايا ما تسمهم يعني الدومهم ما تسمهم وبيت نحضر لهالجنزة فرفضوا وطراضوني من الجنازة بخلونيش نحضر حتاها على الجنازة دي لزوجتي لاننا الدواء المهم هذا غير غير مثان تعال الشر شوفوا العلاقات الاجتماعية كيف تحولت شي ما يبقى يحب بشي شي ما يشوف شي قطيعة الرحم لسمه ربي الفساد في الأرض قطيعة الرحم فالعسيتم ان توليتم ان تفسدوه في الأرض وتقطعوه عرحمك فساد في الأرض إذن الفساد موجود الشر قد اقترب إذن هذا الفساد على مستوي زيد الفرض زيد الفكري جهلا القلبي قطعصيرا بالإيوان باكش يمان والجسم خلاقوا السلوك الفساد داخل الأسر عقوق قطيعة رحم غش خداء قوتشو اسم هو دار هذا هالمواقع التواصل. ماذا صنعت في الامة? زيد فساد على مستوى المجتمع. الظلم. الظلم. شي يكون شي. نفسي نفسي. الدنيا. الريبا. الرشوة. ادهن السير يسير. المعارقة للإدارية. زيد. على مستوى الدولة. الحكم بمانزة بغير مانزة الله. سوى التوزع في الخيرات. وإذا بنا نرى الرجال والنساء يلقون أنفسهم في البحر وهم مسلمون. وعراضي المسلمين تزخروا بالخيرات. تحت الأرض وفي الماء وفي الهواء. لا إله إلا الله رحمه رسول الله. شر قد اقترب. أما الشر الثاني وهو الأخطر. أن ينحدروا ليس فقط بعيدا عن الشرع. ولكن عن الفطرة. ففي الوقت الذي تسمع والعياذ بالله. من يدعو إلى تحرير العلاقات الجنسية. وتقنين ما يسمى العلاقة الرضائية. شو شو؟ شو؟ والذي يدعو عياذا بالله. إلى أن يستغني الرجال بالرجال. تحت زعم الحرية الفرضية واحترام منولات الجنسية للرجال والنساء. أوروبا ربي 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 ربي. قوانين الآن في أوروبا. أسدرونا على ماذا تنص خطر الماليهم اللي معيشها في أوروبا. ترزب على ماذا تنص التي صدرت في كندا وفي بعض الدول الأوروبية. واسمو هي. لأن أولادك إلا عندك أولادك. لا يجوزوا لك أن تفرض عليهم تربيتك. عندك تقول لهم إن شاء الله. نتارك راجل ما تقول لش نتارك راجل. لم تقول لش نتارك راجل. لأنه غادي يمشي للمدرسة ويقول له نشوف نحن معك وندافع عنك. وعندك ببك يقول لك شي حاجة. مخصوش يحكم فيك. إليك تشوف روحك بغيت ولي بنتي إنه نديرو لك العملية. عمالي جيد. ولكس بالخبار باللي قتلوا لا ولا يديوه منك. ماش هدي حيات هذه درك هذا الشر هذا. وهو الآن يقع للمسلمين. الأخرين وخهم عندهم إيمان. المسلمين. المسلمين يوأخذوا الآن أولادهم. لا يتركون الآباء حرية تربية الأبناء وفق العقيدة. يا حصراء الحرية يا حصراء العلمانية التي تضمن لك الحيات تجاه كل الأديان. ما بقى حيات. العلماني دين تسحق كل الأديان. الشر قد اقترب فزع له رسول الله. وما كان النبي لكي يدخل فزعا إلا لأمر العظيم سيحدث في الأمة وللعرب بالضبط. والله يا رسول الله إننا نعيش ذلك. والله يا رسول الله إننا نكتوي بنيران تلك الأشرار. فقد جهل الناس بالدين وأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا الإسم ولا من القرآن إلا الرسم. ولقد فسدت قلوب الناس فأصبحت كقلوب الأعاجم تحب الدنيا وتعيش لها وللذات والشهوات والمسكرات والمخدرات وأشربت المعاصي والخطيئات. وفساد على مستوى الجسم وعلى مستوى الحركة وعلى مستوى الأعضاء والعركان. وفساد على مستوى الأسر وعلى مستوى المؤسسات والمجتمع والدولة وعلى مستوى البشرية كلها. وهناك فساد آخر هو فساد فطرة الإسلام لإنسان. وصل الإنسان إلى درجة أنه أصبح عياذاً بالله يتصرف تصرفات يسيء إلى فطراته. يبد الجنسه يعبد الشيطان. لأنك عبادة الشيطان لأنها بباج بالطيطان. عبادة الشيطان الطيطان. إذن قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من الشرين قد يقترب. الآن الحل هو اسمه هو. الحل هو اسمه هو الواقش. نحن رح نقول نهاد شيء. نحن غير نقصلكم هالقصص رح نعايشينها. الحل هو اسمه هو إن شاء الله تبارك وتعالى. أيوة نعم. لابد لنا أن نعرف أن ديننا مستهدف. وعقيدتنا مستهدفة. وهويتنا مستهدفة وفطرتنا أيضا مستهدفة. حتى الفطرة مستهدفة. ما بغين يقلو حتى الإنسان على فطراته. ماشي غير على الدين دي أنا. الدين هو كي يقولك الديان ما. الديانة ديانة كل شيء كيف كيف وكان الدين الإبراهيمي. السلام عليكم وصف. لكن الآن لا يستهدفونك في فطرتك. الآن ما يخلكش تربيه ولدك. والشراء غدي يجي حتى لها. ليك ما تحسب يعني غيرها. كل شيء كالهي وراك يوصل. كل شيء كالهي وراك يوصل وراوصل. قال لي كالهي راوصل. وهذا اللي راه ليه غيرها سبقنهما. ولذلك الإنسان يوطن نفسه على الصبر على الدين. زيد. وإذا كان مدخل الفساد والشر من عقولنا فعلينا أن نتعلم الدين ونعلمه. وندعو الناس إلى الدين. ونقول لهم احذروا أن تتركوا دينكم. دينكم دينكم لحمكم لحمكم. ثمتوا على دينكم. ثمتوا على دينكم. تعلموا دينكم. كنت أصرخ في الناس قديما وأقول. لا يمكن لنا أن نتعلم الدين فقط في هذه المؤسسات التعليمية أو الإعلام. لأنني ما رأيت هناك حزما حقيقيا. يروم تعليم الناس دينهم. ما كي يجي. فكنت أقول لهم أعلموا أبناءكم في بيوتكم. افتحوا بيوتكم. اجعلوا بيوتكم كدار الأرقم لأبي الأرقم. اقرأوا على أبنائكم القرآن. وليقرؤوا القرآن عليكم. وأسمعهم حديث رسول الله. اسمعهم حديث رسول الله. علمهم أمور ديني. وذلك أنك يعجبني استعملوا واحد بزار. حينما يستصحبوا السي محمد معنا. لكي ينموا الوعي في عقله ويعرف. لأن هؤلاء هم الذين سيحملون الإسلام. وهؤلاء الذين سيجري على يديهم الخير الكثير في الأمة. وهؤلاء هم أتباعوا المهدي. حينما سيملأوا الأرض عدلا بعدما ملأت جورا وظلمة. المشهد سيحملون المشهد. شوف أخير الكلمة اللي نقول. الفسد ظاهر وأخبر به النبي. وما أخبر به النبي واقع لا محله. فهو الذي لا ينطق عن إله. شوف أزي. وإحنا إن شاء الله تعالى رح نجتمعون. رح نقرأوا القرآن. وإحنا نتعلمون. رح نعلموا على شق الدينيك. إن شاء الله سمارك وتعلم. خسكم تعرفوا واحد الحقيقة. خسكم تعرفوا واحد الحقيقة. واسموا يا الحقيقة. واسموا يا الحقيقة. أن الإسلام منصور. وبعد هذه الحلكة من شدة الظلام. سيعقبوها الفجر. لأن الله يقول يريدون أن يطفئوه. يا ربما كنت سمعت هذا الكلام دي. وقد يجيكم سورة قاتمة ومظلمة. لا. لا أحنا الحمد لله. يريدون أن يطفئون الله. يفهموا اللهم وتمونه. شو هذا الإسلام. الله تعالى سيستدرجوا الذي نظرهم. وسألن استدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم. إنك يدي متين. ربما يستدرجهم. لأن يحسبوا بايل الله. لكون ديالهم. والناس ولو عبيدهم. وأنهم يستطيعون أن يفعلوا في هذه الأرض ما يشاءون. بدون رقيب ولا حسيم. لا نطغاوا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا. أخذناهم بغتة فإذا مبلسون. الله تعالى سبحانه عز وجل هؤلاء. ما أصغرهم. ما أحقرهم. ولكن هو ابتلاء لنا. الله تعالى سيتكفل بهم. لكن في الوقت الذي يريد. وفي الزمان الذي يريد. وبالطريقة التي يريد. المشكلة هو إحنا إحنا إحنا. هل نثبت؟ ونميل. وننحازن الحق. أقول لحظة إحنا الله يستري يا ربي. كتصب الإنسان غادي هاك واك. غادي هاك واك. يجي أصحاب الباطل يمشي معهم. يجي أصحاب الباطل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذن هذه هي التالية. هذه هي الكلمة التالية. هذه هي الكلمة التالية. الإسلام منصور. متى ينصر؟ حينما يريد الله. ما العلامة التي تسبق النصر؟ أن يكثر الفساد. فإذا كثر الفساد. يصطف الله فئة قليلة. تثبت على الدين. فينصر الله الإسلام على يديها. لا تزال طائفة من أمتي. ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم من هذا. ولا من خالفهم من غير المسلمين. كالمخذلين الدخل. وكين مخالفين في الدين. ولا قيدة برا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم ولا من خلالهم. حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. في حديث أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وعند أكناف بيت المقدس. لكن هذا خاص بأهل الشام. لكن يعلموا أنه لن يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بالحجة. ثابت على الحق. الله تعالى سبحانه وتعالى يقيم بالحجة على الآخرين. رب يبغى هذه الأمة تكون هكذا. أنه في مكان شيء أرض يكون فيها اللقاء بالحجة. ثابت على ذلك. ثبتوا أيها الناس على دينكم لعل ربما ما لا نلتقي أولا نلتقي. فوصيتي لنفسي ووصيتي لكل مسلم يسمعني. دينك دينك لحمك لحمك عظمك عظمك. دينك 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 سر عزتك. سبب نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة. عض عليه بالنواجد. ابحث عن كل من يدنك على الدين. تعليما أو تربية أو دعوة. استحب الأخيار. تحشر مع الأبرار. أكثر من الجلسات التي يتعلم فيها الناس الدين. ألا ترون أن المساجد حتى المساجد في الجمعة قد أفرغت من مهمتها. ألا ترون نحن الذي عشنا بعض هذه السنوات كيف تغير العمر وانقلب الحال. رأسا على عاقب من تمانينة لنا. عشنا انقلاب في الأخلاق في السنوكيات أجيال ما بيتنا نعرفها. ولا نستطيع التواصل معها. في الوقت الذي كنا حينما نعطي الدرس تمتلغ المساجد بالشباب يغيظ ذلك كل حقود على الإسلام ونظر الآن هنرح نعاد حيين ونظر الآن فنسأل الله تعالى أن يثبتنا اللهم ثبتنا على الدين حتى نلقاك يا رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر